اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازايكم يا احلى متابعين معاكم رشل الاكلات السريعة النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض الفستق الكذاب بالفول السوداني زي ما انتو شايفين كده ده ربع كيلو من الفول السوداني في البداية معايا معلقتين ميا ومعايا اللون الاخضر اللي انتو شايفينه ده وانزلها في الكابة اللي معايا او للمطحنة بس افضل الكابة لان انا مش عايزان انا عايزان نعم عايزان اص نص هنزل في الكابة واضحنه هبابي وهو ده القوام اللي انا عايزان شايفين ولا هو نعم اوي ولا هو خشن اوي خدت كده حبه منه الناحية التاني كده هو في طبق تاني او في بولة تاني تمام وفي بولة تاني نزلت بها بالمعلقتين الميا وهحط عليه نقطتين من اللون حبابي وزي ما انت شايفين كده بقلب فيه وهنزل على طبع الفول دوت اللي انا خدتهم نقطة نقطة مش هنعملهم كلهم عشان ما يعجنش مننا وهقلب فيه لحد ما يدين اللون اللي انا عايزيه حبابي وهو ده اللون اللي انا عايزاي زي ما انتو شايفين كده هنزل بيهم بقى على الحبة اللي انا كنت شايلههم وهقلبهم برضو وعندي صانية كده فرشاها ورق زبدة هحطوهم فيها ودخلهم في الفرن يكون مسبك على مية وتمانين يعني ساخن يعني اسفل حبابي وزي ما انتو شايفين كده بقلب فيه عشان كله يمتزج مع بعض شايفين شايفين الجمال وشايفين الشكل حبابي وحطتهم في الصانيتين كده زي ما انتو شايفين الكمال انا عملتها معاكم اخدت مني صانيتين هدخلهم الفرن هحمصهم نصف تحميسة مش احرقهم لحيات ملاقي سوداني اللي انا حطاه اللي هو زي دوت كده اللي هو من غير لون يبقى ايه متحمس معايا هخرجهم بقى حبابي زي ما انتو شايفين كده انا بقلب هو تجري كده معايا يعني معناها كده اسخدل تحميسة او السيوى اللي انا عايزها هتلعه بقى من الفرن وده شايفين حبابي بعد ما خرج من الفرن شايفين حاجة كده في منطهر راوه والله العظيم طعم وحكية دول الصانيتين اللي انا عملاهم معاكم هنزل بقى بيهم تاني في المطحنة واديهم كمان طحنة حبابي ايه رايكو بقى في الشكل الجميل بتاعه ما شاء الله الله هو اكبر وعايز اقول لكم على معلومة هو هو اللي احنا بناكله على الحلويات من بره طبعا احنا بناكله وبنسكت محناش فاهمين حاجة شايفين احتفظ بقى استخدمي في اي اي حلويات عندك استخدمي في مش هيقولك لا طبعا وحاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى راوعة شايفين طريقة سهلة وطريقة بسيطة جدا ومش مكلفة خالص بربع كيلوز داني عملنا احلى فوز دو كداب شايفين حاجة كده في منتهى الجميل ومشاء الله الله هو اكبر لقوة الا بالله بسم الله مش هو الله الداني كمية كبيرة الداني كمية حلوة تمفعني في اي حاجة شايفين بسم الله مش هو الله شايفين ادي اي معي ادي اي ما شاء الله لقوة الا بالله يورب اذا عجبكم الفيديو اتشرف طبعا بمعرفتكم بيا وان انتو تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشجعوني ويوصل لكم مني كل جديد ببقى سعيدة قوي قوي بوجودكم معي وببقى فرحانة جدا بقى اي كومنتي منكم سواء سلبي قوي ايجابي انا طبعا ببقى راضية بقضاء الله علي وببقى مبسوطة بكم ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته